رسالتي للأم والأب اللي عندهم ابن أو ابنة مراهقة طبعا هم مروا برحلة طويلة مع الابن هذا أو الابنة وعندهم فكرة مسبقة عن تشخيصه وحالته والتعامل معه ووصلوا للنقطة إن هذا المراهق الآن عنده احتياجات صارت أقرب للبالغ وفيها شيء من الطفولة فهذا شيء شوي مربك للأهل فاللي أبغى أقوله إن الأم والأب إذا كان المشخص ابن حيكون أقرب لأبوه فكون مع أبوه الاستماع هذه أهم نقطة تكون بين الأب وابنه إنه يكون مستمع جيد له يصاحبه يعرف صداقاته يستوعب انفعالاته يستوعب الأشياء والمتغيرات اللي هو قاعد يعيشها ويحاول إنه يوصل معا الأشياء يعني ما فيها إن إحنا نفرض عليه فيها إن إحنا نفهم منه ويفهم مننا يعني ما تكون العلاقة فيها نوع من القسوة أو فيها نوع من التسلط أو فيها نوع من فرض الآراء عليه لا تكون أقرب للصداقة وكأني أتكلم مع صديق وأستوعبه وأستوعب احتياجاته يعني بالنسبة للأم نفس الشيء الكلام حينطبق برضو على الأم مع بنتها بحيث إنها هي بتكون أقرب لها تتعامل معها كصديقة تحاول تستوعبها تحاول تفهمها تخليها يعني تعطيها مساحة من الحرية والراحة في إنها تفتح قلبها لأمها وتقول كل شيء تبغى تقولها في نفس الوقت أكيد إن الأم طبعا يعني عندها توجيهات معينة من الأخصائيين في طريقة التعامل يعني تأخذ المعلومات هذه وتطبقها بحيث إنه توصل مع البنت لنتيجة معينة أو سواء الأب أو الأم مع الولد أو مع البنت لنتيجة معينة يعني تساعدهم في إنهم يكملون حياتهم بعد كده ومستقبلهم لوحدهم يصير عندهم استقلالية هذا الشيء اللي أنا يعني حابة أوصله للأم والأهل اشتركوا في القناة